مرحبا أنا أخصائت التغذية هيبا عاكف رصاص رح نحكي اليوم عن السعرات الحرارية في البيض المسلوق البيض من الأغذية المفيدة والمهمة جدا بيحتوي على العديد من العناصر المهمة بيحتوي على البروتين بروتين عالي الجودة وبيحتوي على نسبة من الدهون وعلى الفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين E ومجموعة فيتامينات B وملاحظ انه بيحتوي على المعادن مثل ماجنيسيوم الفسفور الكالسيوم السيلينيوم هاي المعادن المهمة البيض المسلوق مهم جدا بيعطي الشعور بالشبع وبيقلل من إفراز هيرمون الجريلين اللي هو هيرمون الجوع وبالتالي هو مناسب انه نتناوله وخصوصا للأشخاص اللي بعملوا حميات البيض غني بالبروتين وبالأحماض الأمينية اللي هي مهمة لبناء الأنسجة ولبناء العضلات واجبة مفيدة للأطفال وبتساعد على تحفيز القدرات الذهنية ومهم لصحة الدماغ كونه بيحتوي على مادة الكولين اللي هي مهمة لهاي الأمور والصحة الدماغية بيضة مسلوقة واحدة بتحتوي على 80 سعر حرارية بتحتوي على 6 جرامات من البروتين و4 جرامات من الدهون و200 ميلي جرام من الكوليسترول البيض مفيد للحوامل بيعزز من صحة المناعة ومهم لصحة الجنين وكمان بيض المسلوق مفيد لصحة العيون وبحمي من الإصابة بمرض الضمور البقعي كونه بيحتوي على مادتين اللوتين والزيكزانتين المهمين جداً وما ننسى أن البيض مهم جداً للعضام لقوتها ومتانتها كونه بيحتوي على فيتامين D ونصحتنا للأشخاص اللي بعانوا من الكوليسترول إنهم يتناولوا معدل أربع بيضات مسلوقات في الأسبوع لأنه تناولوا باعتدال ما رح يرفع نسب الكوليسترول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر